مجموعة من صياد الأسماك والناشطين البيئيين تقدموا بدعوة ضد شركة شيل الهولندية البريطانية لتورطها بتلويث منطقة دلتان نيجر الشركة كانت قد وعدت في السابق بتنظيف المنطقة المائية الملوثة بنفايات النفط ولكنها لم تقم بذلك بحجة انعدام الأمن في المنطقة المزارعون وصيادون المقيمون في المنطقة اشتكوا من التسربات النفطية من خطوط أنابيب شركة شيل والتي دمرت سبول عيشهم حيث أتلفت المحاصيل وقالت على الثروة السماكية في المنطقة تقرير كان قد صدر مؤخرا يستند إلى بحث علميا معمق استغرق عامين يتحدث عن واحدة من أكبر الكوارث البيئية في العالم في دلتان نيجر حيث أوضح التقرير أن شركة شيل الأمريكية وشركات بيترول أخرى قامت على مدار نصف قرن بعملية تلويث ممنهج اشتركوا في القناة